هذا بحكي لك يا جماعة بعالم السوشيل ميديا والوسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب إذا بدك تخلي المتابع يعني تشده فبلج الفيديو بحماس بإثارة بأغاني بحركات يعني مثل ما بنعمل بالعادة طيب بهذا الفيديو شو في شيء أشدك يعني فيه أكثر من أنه أندروي 13 مع 1UI5 على هواتف السامسونج مميزات ولا أرهب من هيك يعني يكفي الموضوع ليشدك طيب بهذا الفيديو أزقائي وبكل اختصار كل المميزات الموجودة بهذا الهاتف أو بهذا التحديث موجودة مجموعة بهذا الفيديو يعني رح تشوف فيديو هون وفيديو هون كل هم مجموعين هون تابع الفيديو نقسم كل قسم يحكي لك شو اللي فيه وعطيني رأيك بالنهاية وبالتوجه للهاتف أصدقائي بالبداية رح تكون مع الواجهات والحركات والأنيميشنز اللي صارت الفكرة باختصار أنه صار في عندي سلاسة أكثر صار في جمال بالحركة أكثر صار في بعض الحركات حسيتها أنا انضافت أجمل من أول فهي أول شيء إحنا ممكن نلاحظه على الجهاز أما الشغلة الثانية أصدقائي واللي هي أكيد مهمة كثير شاشة القفل لكن قبلها أنا إجاني شعور أنه البصمة هون صارت أسرع استجابتها من الأول ما بعرف هل هو لأنه النظام كله صار أسرع لكن البصمة حسيت استجابتها صارت أسرع طيب بالنسبة لشاشة القفل أصدقائي كل ما عليك أنك تستمر بضغطها مطولة وطبعا تكون فاك القفل رح تفتح لك الخيارات الموجودة الآن صار فيك تخصص كل شيء موجود فيها في عسبي المثال عنه هون مكان الساعة والتاريخ والوقت تحطها بهذا الشكل خليها بالمنتصف تغير الساعة يعني كل التفاصيل ستفيك تغيرها من هون بهذا الشكل طبعا أكيد لو دخلنا عليك وهي الأشياء أنتوا عارفين من وين هاي من التابعة لل لكن أنا عسبي المثال هي بصراحة عجبتني طيب الآن من هون أكيد فيك تغير أيقونات الموجودين هون الخلفيات كل شيء احنا محتاجينه فهذا النمض حتى ما كان الخلفية يعني فينا أحطها خلاص اعتمدت على هيك بحط مباشرة أنا تم وخلص في عندي هون استيديو بروح فيه أو هون في عنا موضوع حتى اللون الشغل على الوان الخلفية خلاص تم أنا هيك حطيته وموري كلياتها تمام فبعتمد لي على هذا الشكل هاي شغلة ثانية أيضا اللي تغيرت معنا خير نفوت لداخل النظام ونبدأ الحديث عن هون عنا الاستيديو لو في عندي صورة أنا داخل الاستيديو صار بمجرد الضغط المستمر عليها بهذا الشكل رح تتحلل الصورة الموجودة جوه وصير أستطيع أني أحدد على الكتابة الموجودة وعملها نسخ ولسق يعني حركة جدا رهيبة طبعا هذا برجع بحكي كل ياته بفضل الذكاء الاصطناعي اللي عم بيتطور بالأجهزة صار مكانك تتحدد على الصور وتأخذ الكتابة اللي بدك ياها من نفس الاستيديو أصدقائي صار في عليه شوية تعديلات صار في تجميع لصور من هون بالبومات موجودة عندك مفضلة التنزيلات وأيضا لو بتروح على عرض الكل رح تشوف كل الصور الموجودة عندك بهذا الشكل فيعني هاي شوية اختصارات وحركات أيضا لطيفة داخل الاستيديو طيب لو أنت الآن داخل الاستيديو وفي صورة على سبيل المثال هاي من الصور اللي عجبتك على سبيل المثال لو رح تحطت لها تعديل من هون رح نشوف أنه في عنا خيار بالأخير صار زيادة لو ضغطت عليه فهذا الخيار بإمكانك أنك تعمل تحديد يدوي أو بيحدد تقسيم الشكل بياخد قسم لأي شيء أنت بدك ياها سبيل المثال ونفرط هاي تحديد يدوي أنا بدي أخذ مثلا صورة وجهي بهذا الشكل تمام وأخذها بحط التالي صار فيني يعملها استيكر طبعا لو عدلتها أزبط يعني خليتها أزبط من هيك ممكن أروح للخيار الأول اللي هو التقسيم لتغيير الشكل يعني فيه كمان هون نوع من ذكاء بالتحديد بصراحة بذكرني بالفوتوشوب لو اخترته بهذا الشكل رح يأخذ مثلا شكل الوجه طب ليش أنا أخذت شكل الوجه ممكن الآن أعمل بهذا الشكل شايفين الآن الحدود ما رح تبين هيك لأنه أبيض فممكن أعمله استيكر يعني أعمل صورة استيكر وتصيروا تتنمروا على بعضكم بهذا الشكل اللطيف الآن بالنسبة للناس عسبين مثال الرياضيين أو أي حدا بيحب يحط مؤقت لإنجاز أعمال أو لأي شيء الآن لو توجه للساعة وتروح على المؤقت على سبيل المثال بدنا عشر دقائق حطينا أبدأ حطيت أول مؤقت فيك الآن الضيف أكثر من مؤقت أي كمان بدنا مؤقت ثاني ثالث صار في عنا ثلاث مؤقتات شغالين ومكانك كل واحد حط له فترة زمنية وكل واحد يعطيك تنبيه حسب الشيء اللي أنت بدك ياه فإيضا حركة جميلة ولطيفة بالذهاب للبطارية وعناية بالبطارية أصدقائي هذا المكان اللي فينا نشوف فيه كثير بعض التحسينات والأمور لكن من الشيء اللي لاحظته أصدقائي أنه صار في تعديل على أداء البطارية بصراحة البطارية يعني زاد عمرها بهذا التحديث من الأمور اللي فعلا عجبتني يعني بشكل كبير فخبرني لو أنت طبعا أنا للعلم أنا مو مشغل أي شيء لا توفير طاقة ولا شيء بالعكس حتى حاط على أعلى إعدادات بكل شيء يعني هاي من الأمور اللي عجبتني بهذا التحديث لو ذهبنا أصدقائي أيضا للإعدادات ومن الإعدادات رحنا للشاشة واتجهنا للسطوع الآن صار في عندي هون بالنسبة للسطوع الإضافي الأجهزة بتدعم السطوع الإضافي في حال كنت مشغل السطوع التكييفي رح تروح ميزة السطوع الإضافي فاتأكد من هذا الشيء شو السطوع الإضافي لأنا العارف على الشاشة رح تخرب الدنيا بس هذا الشكل تشغيل برفع السطوع للآخير كنت أنت تحت أشعة الشمس وبدك سطوع إضافي بترجع بتكبسه يعطيك سطوع أكثر زيادة ما فيه ولا هاتف بستطيع يوصل له لكن إذا أنت مشغل حكينا السطوع التكييفي مباشرة رح يطفي لك هاي المميزة فانتبهوا لهذا الشيء لو انتقلنا للكاميرا أصدقائي وشفنا بعض التعديلات اللي صارت بالكاميرا فبداية موضوع الزوم صار فيه عليه تعديل بحيث بالسلاسة بالحركة جميلة جدا وصار حتى فيه سرعة يعني أنت ممكنك تنطلق من الواحد للمية بها السهولة وهالسرعة أمر ما كان موجود كنت تعاني أنتو عم تتحرك بالزوم فهاي أول شغلة اتعدلت بالكاميرا بشكل كبير طيب لو رحنا للإعدادات ومن الإعدادات نزلنا على العلانة المائية شغلنا بهذا الشكل الآن العلانة المائية صار أنت فيك تخصص شو الشي اللي بدك ياه الكتابة اللي أنت بدك ياه ويعني مو أنت محصور بأنه والله رح يطلع لك هون غالكسي لا أنت بتروح تكتب اللي بدك ياه بتحط اسمك على سبيل ثالفة بتصير أنت يعني تنزل الصور بتوقيعك وبتحطها بالمكان اللي بدك ياه بالوسط على جنب وحتى بتحدد الخط اللي بدك ياها بصدر حركة رهيبة للمصورين رح يقدروا هذا الشيء بشكل كبير لو ذهبنا أيضا للمزيد وروحنا لوضع الفيديو المحترف أيضا صار فيه عليه بعض التعديلات منها هذا الهيستوغرام اللي تم إضافته هون موضوع الزوم زاد فيه ففي أيضا تعديلات على الوضع المحترف للناس اللي بصوروا فيها رح يلاحظوا هذا الشيء طيب لآن ونفرض أن أنت فاتح فيديو بهذا الشكل وعم تفرج عليه صار ممكن أنك توقف هذا الفيديو وتروح على التعديل ومن نفس التعديل مباشرة أن تروح على موضوع من هون الأشكال والتحديدات والرسم طيب أنا بدي مثلا أحدد على نقطة معينة ألفة نظر إلها فمثلا بدي أحط هون دائرة بهذا الشكل لكن إذا بتحط دائرة وظلك ضغط بشكل مستمر رح يعطيك ياها دائرة مرسومة بدقة طيب إن كان ما وضحت معكم رح أحط لكم على سبيل مثال مثال مثلث بهذا الشكل بلما أتركوا هيك بظني شاد بصير مثلث بيحط مثلا سهم شاء ما يطلع مجعلك بظني ضغط بشكل مستمر بيعطيني سهم دقيق حركة جميلة وأنا انتبه يا جماعة عم بعد على فيديو رح يظلوا ظهري على الفيديو فأنا يعني هاي الحركة اللطيفة طبعا هذا الكلام أكيد ينطبق أيضا على الصور من الأشياء اللي جميعنا منحبها أصدقائي تطبيقات المصغرة اليوم صار في عليها تعديلات أهم تعديل صار موجود واللي هو الاقتراحات الذكية كل ما عليك إنك تختارها ولحاله رح يقترح لك أكثر تطبيقات أنت بتستخدمها وفعلا أنا هاي أكثر تطبيقات أكيد وسائل التواصل الاجتماعي يعني ولستيديو كون وبنشر منه وبروح وباجي هذا بيعطيك ياها لحاله أمر آخر من اللي منحبه جميعنا واللي هو الخلفيات أكيد صار في عليها تعديلات وتنفي إضافات يعني جميلة على الخلفيات ولا ننسى موضوع الألوان أيضا هو نعم كان موجود لكن الآن صار أحلى وصار فيه يعني حركات أكثر وبعض اللمسات الجميلة وهي أيضا من الأمور اللي منحبها ولطيفة وتعطينا تأثيرات يعني جميلة ميزة مهمة جدا نضافت لموضوع الواي فاي أصدقائي لو دخلنا لمكان الواي فاي وروحنا للثلاث نقطة الموجودة هون ضغطنا رح نشوف صار في عنا شيء اسمه Intelligent Wi-Fi الواي فاي الذكي ما بارف لش موم مترجمينها طيب لو ضغط عليها رح تاخدك لمجموعة من الخيارات لو تفرجنا عليهم أول شيء عندك تبديل البيانات الهاتف المحمول هذا أيام تبصير بس يروح الواي فاي فورم بيبدل تبديل شبكة الواي فاي أفضل لو في عندك مثلا أنا بالبيتهم في عندي أربع أو ثلاث شبكات بيختار بياناتهم الأفضل اظهر معلومة جودة الشبكة هي مكانك تختارها أو تطفيها تطلع هون عندك الأولوية لبيانات الوقت الحقيقية اكتشف شبكات مشبوهة هاي شيء بالسيكوريتي حركة جميلة جدا ووضع توفير الطاقة بالواي فاي أكيد أنا مو محتاج له واتصال تلقائي بنقطة الاتصال هذا الشيء ما بيهمني وهون في عندك إصدار الانتليجنت عم بيحكي لك أنه هو الإصدار الخامس في كثير منها أصدقائي بفضلوا يستخدموا جهازهم باللغة الإنجليزية لكن بعض التطبيقات بيحبوها تكون باللغة العربية فعلى سبيل المثال لو ذابت الإعدادات وروحت للإدارة العامة صار بدال في عندك اللغة هون أيضا صار في إضافة له لغة التطبيق بتختار كل تطبيق على حدة وبتحط اللغة اللي بتناسبك جما هذا الشيء يعني فعلا ما بنشوفه وإحنا غير بهواتف سامسونج أو بتصير تروح كل تطبيق لحاله من نفس التطبيق إذا بيدعم تغيير اللغة لحاله أو لا من الأمور التي تعدلت أيضا بهذا الإصدار لو رحنا للإعدادات ومن الإعدادات رحنا لما كان صار اسمه جديد الحالة الرقمية وعناصر التحكم اللبوية كان اسمها أعتقد الشيء الرفاهي والله نسيانا يا جماعة فأنتوا شوفوها بس صار اسمها الحالة الرقمية يعني هذا الشيء اللي بيهمنا الآن نعم أي ممكن ماكثير صار في تغييرهم بداخلها لكن في بعض الإضافات الجميلة اللي صارت موجودة إمكانك تصفحها وتشوفها طبعا أكيد موضوع الموضوع التحكم العنص التحكم الأبوي مهم جدا للأهل اللي بيعطوا أجهزتهم لأطفالهم الإضافات المتميزة بشكل كبير أصدقائي لو رجعنا للإعدادات ومعدادات رحنا للبطارية والعناية بالجهاز مكان بعد هالتحديثات صار مهم كثير طيب صار في عنا إضافة مهمة ورهيبة جدا واللي هي حماية الجهاز لو دخلنا عليها طبعا بالوضع الأساسي هي مطفاية فبتفوت عليها بتشغلها رح يعطيك جدار حماية جديد أيضا يضاف للحماية الموجودة بنفس الجهاز طبعا هون بالتعاون مقدمة من البرنامج الشهير اللي هو مكافي كل ما عليك أنك تشغلها ورح تكون جاهزة ما عليك أنك تدفع أي شي أو تشترك أي شي هذا الموضوع مقدم من سامسونج طبعا بعد ما تشغلها مباشرة أول خيار ممكن يعطيك هو فحص الهاتف والحمد لله أنا بدون ما أفحص مباشرة أعطاني أنه لا يوجد تهديدات لأنه كده أعطوه الحامي حالي ما بفتح ما بنزل تطبيقات غريبة ما أعمل أي مشاكل عاجيه هذه طيب لو ظلينا بنفس المكان ورحنا لأفضل وضعية كنا ننتظرها وسامسونج الحقيقة لما حتلها واللي هي وضع الصيانة يا جماعة ما عاد أنت بحاجة لأنك تروح فرمة ضب انتصابية ما بعرف شو رح يعملوا جماعة الصيانة بجهازي أنت شبفي عندك أمور خصوصية يحطوا مع الكمبيوتر رجعوا موبايل ثاني خلاص كلاته انتهى كل ما عليك تروح تضغط على وضع الصيانة بهذا الشكل تعملوا تشغيل بياناتك كلاته رح تنضب كلها رح تتخبى رح يفوت الجهاز بوضع ما فيه أي شيء بيعملوا له صيانة وبرجعوه وما عاد في ولا شخص ممكن يعني يقرب على جهازك إذا بتفكر أنه خلصنا من ما كان العناية بالجهاز لا لا انت غلطان كمل معي وشوف صار في عندك هون شيء اسمه تحديث البرنامج طبعا هذا احنا انتقل يعني من مكان لمكان صار هون تحديث البرنامج فيبضلك تشيك منهم شغلة ثانية صار في عندك شيء اسمه التحسين التلقائي كل فترة وفترة أنا برأيي هاي خليها طبعا شغالة رح يعمل بعض الإجراءات منها وأهمها لأنا بعطول بحكي عنها وبننبع عليها وكثير في ناس بتعارضني فيها لكن أنا مقتنع فيها وهي إجت سامسونج لحد تتأكدها هو إعادة تشغيل الجهاز إحنا بحاجة لكل فترة وفترة نعيد تشغيل الجهاز لحاله بعيد تشغيل للحاجة يا جماعة كنت أحكي كل فترة لازم نعيد تشغيل هاتفنا وأتفرج على الكومنتات وأتفاجأ من الناس ماشي خلصنا لا كمان ما خلصنا تشخيصات يا جماعة أفضل مكان خلصنا كل مرة نيجيكم تطبيق جديد سامسونج ممبرز اعمل هيك نزل هيك بعد التشخيصات كل شيء راح وانتهى شو تشخيصات جبت هاتف مستعمل باعك يا قلو طول بالك بدي أفوت على التشخيصات بتفوت عليها بتعمل اختبار بيبليش يفحصلك كل شيء بالجهاز وبيعطيك لو في مشاكل أو لا أيضا من الإضافات الجميلة أصدقائي اللي هي رحنا لإعدادات ومنها راح نشوف صار في عنا قائمة منفصلة للأجهزة المتصلة وهذا أمر جدا مريح فبورجيك كل الأجهزة المتصلة أنت وأماكن الاتصال يعني كل شيء مجموعة بمكان واحد فهاي حركة جدا يعني بتسهل عليك الأمور والربط بكل أجهزة اللي أنت بدك إياها وهي الـ Smart View عنها وكل شيء أنت بدك إياها فعسب المثال في أن نفعلها من هون كل أمورنا بتصير سهلة ومن الإضافات اللي جدا متميزة المميزات المتقدمة ومنها للمختبرات راح نشوف صار في عنا هون إضافة لإيماءات جديدة فعندك هون عندك إطارات متعددة من الشاشة اسحب العرض المنبثق اسحب لتقسيم الشاشة فهي أيضا كلاتها أمور جميلة وبتسهل علينا الحركة أيضا أصدقائي واحد من المميزات الرهيبة جدا وروحنا للأجهزة المتصلة وبعدها رحنا على Smart View وبعدها رحنا للضبط وأخيرا صار في عنا هون أصدقائي موضوع إخفاء الإشعارات على التلفاز هاي المميزة الفضيحة طبعا لأني هلأ حاليا مش رابطة للاها فهي مفعلة هاي كانت عبارة مش مميزة هي عبارة عن فضيحة فهلأ راحت يعني تخيلت تكون باث مثلا أو متفرج أنت واصدقائك أنت وأهلك ويعني تيجيك ها رسالة محرجة من يعني 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 إذا صار فيك تطفيها فأنت بتعرض المحتوى يعني أنا باستغرب منها تأخرت يعني المهمة والجميلة جدا هي نفس الإيموجيز طبعا الإيموجيز الموجودين بكيبورد سامسونج صار في إضافات لمجموعة كبيرة من الإيموجيز وأعتقد أنه لأول مرة سامسونج تتميز وبتسبق جوجل وأبل بهذا الشيء فصار في عنا إضافة لعدد هائل جدا من الإيموجيز فيكم تروح وتتصفحوها وتشوفوها هايك أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو وأتمنى أن يكون لإعجابكم حطي لي أكثر مميزة عجبتك أيضا رح تسألني متى رح يوصل لجهازي وجهازي ما وصلني وإلى آخره طيب خليني أختصر عليك كم شغالي أول شيء فئة الـ 22 كلها وصلت حاليا خلاص فئة الفولد فور والفليب فور أيضا وصلت بيضل عنا فئة الـ A والـ 21 والآخر سامسونج بتوعد أنه من هون لنهاية السنة يعني رح يكون كل أجهزة وصلها لكن في قسم أنا برأيي أيضا رح يحتاج لشهر واحد حتى يوصلوا فخليني ننتظر ونستنى شوي ونظن نشيك ورح أظني أعطيكم أخبار أول بأول الآن الشغلة الثانية بالنسبة للناس المهتمين بيعني تفاصيل أكثر بحركات أكثر تابعوني على تيك توك وعلى الإنستجرام وحطوا هناك فيديوهات قصيرة بتعطيك المعلومة على السريع يعني لو ما محتاج كل هالتفصيل والحركات اللي عم بتصير هون أقوى وأقوى عن أشياء كمان رح تحبوها بسامسونج وأكيد أشياء ثانية فاتأكدوا بمتابعة الفيديو شاركوا مع أصدقائكم اشتراك بالقناة كاما قم بريدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته